وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية ولضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزياد من السعر الرسمي تمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 340 قضية تموينية بمضبطات بلغة قرابة 43 طن مواد غذائية وغير غذائية ضبطت الحملات الأمنية 27 طن سلع غذائية في مجال حجب السلع الاستراتيجية وضبط قرابة 3 أطنان في مجال السلع على السلع المدومة كما تمكنت الأجهزة الأمنية في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزياد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية من ضبط أكثر من 13 طن أما في مجال قضايا المخابز فتم ضبط 346 قضية من بينها 80 قضية خبز ناقص الوزن و98 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب منظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 19 قضية بمضبطات بلغة 444 طن أقماح محلية